موسيقى 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 يعني اللي معتها تربع مياه اللي أوكلهم منه ومنهوش بطاقة التهمين لنفرين هو العيش حلو بس كله رملة بيقرش خاطص مش عارفين نكل بيدرس في سنننا خالص مش عارفين نكل العيش كان كويس موسيقى تديني فلوس نادي بعد كده اعمل بل فلوس نادي الحاجة النهاردة معاشرة بكرة تبقى بثلاثين بكرة تبقى بخمسين أنا عايز التوين يبقى رخيص ويزيد والفرض يزيد بدل ما هو إزاز الزيت واحد يبقى إزازتين يبقى تنكيله سكر يبقى تنكيله فور يبقى تنكيله عطس فكرة الفلوس دي فكرة مرفوضة من كل الناس مش واحد واحد لا ليه؟ لأن الحياة طول ما هي ماشية عملة قدامنا بتغلى الجنيه أصبح ملوش قيمة يبقى أنت تديني فلوس على أي أساس يديني سلعة وأنا مش عايز منك فلوس التومين حضرتك هو المتوافق للشعب هو غلوبة بتاع الشعب رغيب العيش ده مش هنعرف نلاقيه يا ريت حضرتك تخلي بالهم رغيب العيش رغيب العيش والتومين المتوافق بتاعنات الغلابة الفلوس اللي أنا أخده أقدر أجيب بقى الحاجة اللي أنا محتاجة لكن لما لأقل التومين يعني الحاجة ده مش تكفيني تمين هو اللي بينفع الشعب المرد أنا بقى تدينه 200-300 جنيه للأسرة يعمل له فلوسه لأسعار اللي أنا شغلين اللي أنا شايفينه ده عايزيني التومين الفلوس هتعمل ايه؟ هتجيب سمنة ولا زيت ولا سكر ولا رز ولا مكارونا أيوة ما يفشل إحنا لأخد فلوس إحنا معنا أطفال محتاجين للأمة ديت محتاجين زيزة الزيت والسكر والشاي كل حاجة بنجيب العيش ما بيكفناش و بنجيب آخر النهار برضو عليه هو ده إنما إحنا مش عايزيني الفلوس إحنا عايزيني التومين ونزلنا المالد طبعا أنا أخد فلوسه مش هيجيب لي كله سكر الفلوس اللي أخدها ما أنت السلعة ما لا تغلى معايا أجيب أنا منيه كل حاجة بتغلى معايا أجيب أنا منيه أنا عارف إن أنا هراح أخد كمية معينة لكن هتديلي نادي خلاص شكرا بعد كده هراح أجيبهم زيزة الزيت وشكرا والروعة نتومين النهار ده بيدي لكل فرد مثلا زيزة الزيت سكر مكارونا كذا تمام هتديجي النهار ده السلعة بترفعه كل ما السلعة بترفع تمام اللي الله دوت مش هيعمل حاجة بعد كده مع الوقت مش هيعمل حاجة مش هيجيب حتى روعة زيزة الزيت إنت عشان تديني حضرتك فلوس ده وقت مش هتنفع خليك إن إنت تديني ميتين جنيه الميتين جنيه دي معناها إيه معناها أن الصوت فتحة كل واحد يبعد مزعي أقول